جمعتهم مظلة الحرب ومفهوم لا دولة وفرقهم تقاسم الغنائم وصراع النفوذ بهذه الكلمات يختصر كثيرون تفسير الحملة الأخيرة التي شنتها ميليشيات الحشد على زعماء بعض فصائلها يوم واحد مضى على اعتقال حامد الجزائري القيادي في ميليشيا الخرساني ليتبعه زعيم الميليشيا علي الياسري عندما داهمت قوة المسلحة تسمى بأمن ميليشيا الحشد منزل الياسري واعتقلته بالإضافة إلى عدد من مساعدية من منطقة الجادرية في بغداد مصادر صحفية نقلت عن مسؤولين قولهم إن اعتقال الياسري كان على خلفية قضايا فساد واستغلال نفوذ على الرغم من أن ميليشيا الخرساني إحدى أبرز الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني المنتشرة في العراق أو ما يعرف بالفصائل الولائية المصادر تحدثت عن اعتقال أربعين عنصرا من الميليشيا خلال أسبوع ضمن حملة شملت عدة مناطق في بغداد وهذا بحد ذاته يعزوه مراقبون إلى احتدام الصراع الداخلي بين الميليشيات حيث لم تتبقى شماعة تعلق عليها الانتهاكات ولا الغنائم فإذا بالميليشيات تأكل بعضها بعضا إشارات تشردم الميليشيات لن تظهر اليوم فقد سبق أن نفت ميليشيا الخرساني علاقتها بحامد الجزائري المتهم بالمسؤولية عن عمليات قنص المتظاهرين وسبق ذلك حملة طالت ميليشيات أخرى منها اعتقال أوس الخفاجي زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس ليظهر للعلن الخلاف الصريح بين ما تسمى بميليشيا حجد العتبات وأخرى التابعة لهيئة ميليشيا الحجد حيث اتهم قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب حجد العتبات بأنه مشروع أمريكي صهيوني ليرد الأخير باتهام الخزعلي بإفشاء المعلومات وبناء ثروة من السرقات واستغلال النفوذ وإذ تكشف الأحداث الأخيرة عمق الخلاف بين الميليشيات فإنها تظهر صورة أخرى لحالة الفوضى التي يعيشها العراق فميليشيا تقتل وأخرى تهجر سكان آمنين وثالثة تستولي على ممتلكات ورابعة تعتقل إن لم تشارك في الغنيمة من هذا يفهم ما كشف عنه ضمنا رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي عندما تساءل عن مصدر الثروات الضخمة التي جمعها قادة ميليشيا الحجد مرحلة أخرى من الفراغ الأمني وفوضى السلاح يشك العراق على دخولها بعد بلوغ الميليشيات حد اتهام بعضها البعض بالعمالة تلك التهمة التي كانت حكرا على المنادين بعراق حر وآمن ترجمة نانسي قنقر